ما ورد من حديث من أن في الجنة نهراً يسمى برجب من صام يوماً من رجب لو كنت في درس لسألتكم أي صح هذا الحديث أم لا؟ الجواب لا يصح كما قلت القاعدة أي حديث خذها أي حديث في فضل صيام رجب أو في أيام منه فاحكم عليه بأنه لا يصح وكذلك أي حديث في فضل صلاة في رجب فاحكم عليها بأنها أحاديث لا تصح فقال من صام يوماً من سقاه الله من ذلك النهر قال الألبني رحمه الله رواه أبو محمد الخلال في كتابه فضل رجب لكنه حديث باطل يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم